السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم فارس بن راشة بن سالم الحجري من سلطانة عمان نحن حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد بولاة بلاكسبورغ بمدينة بلاكسبورغ بولاة برجينيا نحن طبعا من سلطانة عمان ومن شهادة دكتورة الفلسفة في الطب البديل من الأكاديمية الدولية للطب البديل تحت الجامعة العالمية المفتوحة التي نال بها شهادة دكتورة العالم الياباني الراحل الدكتور مسارو إيموتو مكتشف تأثير بلورة الماء من المشاعر والأقوال والأدعية وطبعا ضمن سلسلة الحلقات عن الماء الساخن أو العلاج بالماء الساخن أو الأساليب الصحية والعلاجية للماء الساخن هذه الحلقة سنوضح فيها الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم وتبعا وخلال دراساتنا في العلم الحديث أيضا وجدنا أيضا لأن كرسنا حياتنا في جعل في عمل دراسة في القرآن الكريم عن الإعجاز العلمي لأننا نؤمن بهذا وأيضا في العلم الحديث لأن نواكب العالم العصري الذي يريد أيضا وسائل العلمية بالدلائل العلمية الدالة على أن كيف لدور هذا العلاج مفعولة في الصحة البشرية وعندما نتحدث عن الصحة لا نختصر عن الصحة الجسدية وهي تتعلق بالأمراض والبدانة وأيضا على التشوهات الخلقية بل أيضا بقية جوانب الصحة فالصحة ليس خلوة من الأمراض بل الصحة هو أن يمتلك الإنسان جميع جوانب الصحة الجسدية والنفسية والعقلية أي الظهنية وصحة الروحية ففي العجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم وأيضا كمان في الثقافات الأخرى في الديانات الأخرى في وجد أيضا هناك عجاز العلمي للماء الساخن لكن نختصر هذه الحلقة في القرآن الكريم ونؤمن بأن القرآن الكريم يحمل معجزات كثيرة هذه رسالة إلهية إلهام من الله صلى الله عليه وسلم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبتالي فيما تعلق بالإعجاز في القرآن الكريم تبعا بصفعة ما وردت كلمة ماء في القرآن الكريم 63 مرة منها مثل الأيات الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حين أفلا يؤمنون يعني من الماء كل شيء يحي كل شيء دون ماء لا حياة وكذا لكن خلينا ندخل فيه بتفاصيل هذا الإعجاز التي ورد بالكامل بكل تفاصيلها في القرآن الكريم في صورة الواقعة بالتحديد صورة الواقعة كما هو معروف هي صورة يوم القيامة تتحدث عن يوم الواقعة يوم الحساب يوم الذي سيقر فيه الله سبحانه وتعالى من الذين سيدخلون الجنة ومن الذين سيدخلون الجهنم ومن الذين سيكونون على أعلى درجات مراتب الجنة وبتالي نرى أن منذ بداية صورة الواقعة إلى نهايتها تركز هذه صورة الواقعة على أربع عناصر وثلاثة أصناف الثلاثة أصناف بالتحديد وهي أصحاب الميمنة أي السابقون أي أفوا الذين سيدخلون الجنة أصحاب المشأمة أي من أصحاب النار الجحيم الذين سيدخلون الجهنم والسابقون السابقون وهم في أعلى درجات من الجنة أي مقربين الله سبحانه وتعالى وبتالي من ثلاثة أصناف أربع عناصر بالتحديد الماء النار الماء عفوا الماء عفوا هذه أربع عناصر خلق بالتحديد تماما بالتصلسل أول شيء كما ورد في الآية في صورة الواقعة أول شيء عن خلق الإنسان أي خلق الإنسان التراب الماء النار من ثم نرى أن هذه أربع عناصر تجزأ إلى جزئين جزء الأول عن خلق الإنسان والجزء الثاني عن الماء الساخن كيفا؟ الجزء الأول لماذا جزئنا لجزئين ستعرونا بعد قليل أول شيء عن الجزء الأول يكون في العنصرين في الأربع عناصر هذه يعني عنصرين 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 في الجزء الأول خلق الإنسان والتراب والعنصرين في الجزء الثاني عن الماء والنار لماذا جزئنا للجزئين؟ السبب بأن عدد الآيات التي تتكون بها عدد الآيات أفهم عدد الكلمات عدد الآيات التي تتكون فيها عن العنصرين متقربة بالضبط متناسقة يعني أن خلق الإنسان والتراب خمسة آيات كل منهما وعن الجزء الثاني عن الماء والنار أيضا نرى أنه ثلاثة آيات فقط عن خلق الإنسان والتراب نجد بأنه أيضا العلاقة فيما بينهما لماذا خمسة آيات خمسة آيات لأنه نربطهما بعضها بعضهم البعض لنجد بأن الإنسان خلق من التراب أي الطين والطين هو عبارة عن خلط الماء بالتراب فخلق الإنسان من التراب ويعود إليها في نهاية مصيرة وعن الماء الساخن أي الماء والنار عند خلطهما يصبح ماء ساخن لأن من أجل الحصول على الماء الساخن وهذا هو الذي نتناولها دائما ومواظبين على البرنامج طبعا هناك أساليب صحية مختلفة عن العلاج بالماء الساخن ومنها الأساسي هي طريقة تناول الماء الساخن وفقا للبرنامج وأستفن الذكر فخلط ماء والنار من حيث الحصول على الماء الساخن نحتاج إلى نار لتسخين الماء سواء نار بالكهرباء أو نار بالفحم بأي طريقة بأوسيلة ترفع درجة حرارة الماء من الدرجة الطبيعية حتى فتصنف درجات حرارة الماء إلى أربعة الماء البارد الماء الفاتر أو الحار لحرارة الغرفة الماء الساخن والماء المغلي الماء الفاتر تكون درجات تقريبا في معدل 10 درجة ماءوية إلى 20 درجة ماءوية تقريبا وممكن 25 أقل من 10 درجة ماءوية يكون باردا هو أساسا علمية 14.5 أقل من 14.5 درجة ماءوية يبدأ يكون باردا فالماء البارد هو من درجة صفر إلى 14.5 أقل من صفر يصبح ثلج وليس ماء ثلج سبحان الله الماء الساخن وبالتحديد لدى الكبار 50 توقف على الوسيلة تستخدام للماء العلاجية للماء الساخن فسب المثال طريقة تناول ماء الساخن شربه يكون لدى الكبار 50 درجة ماءوية ولدى الصغار 40 درجة ماءوية وتبعا تحدثنا كيف وباختصار بحيث يستطيع الإنسان ملء الفم كل جرعات دون أن يحرق نفسه ف الماء الساخن أي الماء والنار نجد عدد الآيات التي تكون كل عنصر من الأنصرين ثلاثة أفرأيتم الماء اللي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون نحن لو نشأ جعناه جاجا فلولا تشكرون عن النار أفرأيتم من النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعناها تذكيرا ومتاع للمقوين طيب نأتي في نرى أن مجموعة ثانية عن عنصرين خاصة بالماء والنار أي الماء الساخن مرتبط بالمجموعة الأولى سبحان الله أي خلق الإنسان والترابة يعني خلق الإنسان من الترابة يعود إليهم في نهاية المصيرة لماذا؟ سنجد بأن حين قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنونه تمنونه يعني كيف خلق الله سبحانه وتعالى من مجرد السائل حتى يتحول إلى إنسان مكتمل الخلقة إلى أحسن خلقة بتالي ارتباطه من المجموعة الثانية الماء والنار أي ماء الساخن بالمجموعة الأولى خلق الإنسان بحيث أن مراحل نمو الجنين جميع مراحل نموه خلال تسعة أشهر بداخل رحم الأم وهو محاط بالماء الساخن سنتحدث ما بعد ذلك أول شي الآية الأولى في العنصر الأول أي عن خلق الإنسان قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنونه وعن النار أفرأيتم ما أفرأيتم ما أفرأيتم عن أفرأيتم ما تحرثونه طبعاً تكمل بقية الآيات حتى تكمل خمسة آيات عن خلق الإنسان وخمسة آيات عن تراب لنجد في تلك كل أربع عناصر في المجموعة الأولى وجموعة الثانية متناسقة من حيث أول شيء بداية الآية بدأ الله تعالى ب أفرأيتم لن تذكر مع معنى أفا أفا هو رمز للتحضير وليل تعظيم الإلهية أي الله سبحانه وتعالى أراد يستخدم أعلى درجة من سلطته يقول على عبده الذي علمه ما لم يعلم حتى لا يتكبر وبل عليه أن يستمع بالدقة ويستفيد من هذا العلم الرباني ويفيد للمجتمع كذا وبتالي معنى أن أفا رأيتم طيب كلمة ثانية رأيتم أي الرؤية إذن هنا في معنى يدول على شيء هذا بدال على شيء أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرثون عن التراب عن الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون سبحان الله عن النار أفرأيتم النار التي ترون طيب إذن هنا الله أراده يقول لنفتح عيننا وليس عين مجرد العين أي نفتح العقل لنكتشف نتعمق ونتعمق علميا لنكتشف هناك أسرار إلهية هذه أسرار عظيمة جدا هي أساسيات مكونات الإنسان خلق الإنسان وتكوين الإنسان واكتمال خلقه ومن ثم وقت ولادته ومن ثم يبدأ يتعلم حتى يصل سن المراحقة ومن ثم يبدأ يساهم متعلم حتى يكون مصاهم في بناء الحضارة الإنسانية بناء جسور السلام وتعايش السلم وبناء الأمم وكذلك لذلك عن مجموة الأولى الخمسة أيات عن كل منهما في المجموة الثانية خلينا نركز عن الماء الساخن طبعا كل هذا سورة الواقع كلها تركز عن الماء الساخن كما سلفنا وستجدونا سبحان الله المجموة الثانية ذكزوا معي سبحان الله أول شيء العنصر الأول في مجموة ثانية عن الماء ركزوا عدد الآيات في كل عنصرين عن الماء والنار متناسقة جدا جدا أكثر من مجموة الأولى عن خلق الإنسان والتراب كيف ركزوا معي سبحان الله أول شيء عن الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أربع كلمات تكون الآية سبحان الله طيب عن النار أفرأيتم النار التي ترون إذن أربع أربع هنا الماء وهنا النار الآية الثانية في كل منهما من العنصرين عن الماء أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون خمسة كلمات تكون الآية عن النار أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون خمسة كلمات تكون الآية سبحان الله في الآية الثالثة يبقى تسلسل كل عنصر من عنصرين عن الماء الآية الثالثة عن الماء لو نشأ جعلناه مجاجا فلولا تشكرون خمسة كلمات عن النار نحن جعلناها تذكيرة ومتاع للمقوين سبحان الله طيب هنا في تقرب جدا وتناسق بالدقة من حيث عدد الآيات عدد الكلمات عند خلطه حتى يصبح ماء ساخن مرتبط بما قبل حين قال الله سبحان الله أفرأيتم تمنونه أنتم تخلقونه ومنحن الخالقون وكذا بقية الآيات طيب ما هو المقصود حين يقول هنا الله سبحانه وتعالى أفا لا لتكتشف بنفسك افتح عينك وعقلك لتكتشف بأنني مجرد يعني الله سبحانه وتعالى يقول بأنني مجرد خلقتك ولفقت من روحي يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى نفق من روحي إليك البشر يعني أنت الآن تحمل من روح الله تعالى سبحانه وتعالى فمجرد أن الله سبحانه وتعالى نفق من روحي إليك تكون بداخل رحم الأم بقدرتي تبعا قدرتي العظيمة تكون سائل ما يسمى في الطب الحديث أو الطب البيولوجي أو الطب البشري بالسائل الأمنيوسي أو سائل الرحم سائل الرحم نعرف أن يتكون من بالتحديد علميا من نسبة تسعة وتسعين هو ماء ساخن كيف أول شيء كيف هو ماء السائل الأمنيوسي السائل الأمنيوسي بالتحديد نسبة الماء فيه تسعة وتسعين بالماء ماء فقط واحد بالمائة هذا واحد بالمائة فقط نسبة طقيلة جدا يعني مثلا هذا كوب تسعة وتسعين بالمائة نقول إلى هنا وواحد بالمائة هاي واحد بالمائة هي مواد غذائية للجنين والأم يسمى مواد كولاجينية بروتينية وغير كولاجينية وهي مواد غذائية سبحان الله نسبة واحد فقط بالمائة تسعة وتسعين بالمائة ماء إذن هو ماء صافي كيف هو ساخن سبحان الله درجة حرارة بالتحديد اللي سأل الأمنيونسي بالتحديد سبعة وثلاثون ونص من الدرجة المئوية سبحان الله درجة حرارة طبيعية للأمة في الحالة الطبيعية أو أي إنسان هو كذا أنت وأنت ستة وثلاثين ونص تقريبا درجة مئوية ما يزيد ستة وثلاثين ونص يلا سبعة وثلاثين إذن لذا هنا فتكون درجة حرارة السألة الأمنيونسي أعلى عن حرارة طبيعية للأمة في الحالة الطبيعية فبتالي بدرجة واحدة فطيب من وين جت هذه الطاقة العظيمة حتى ترفع حرارة لا يوجد شحن تسمي المثال عن جهاز النقال تسمي المثال أريد أنا شحن هذا النقال كيف شحن الشحن بالكهرباء إذن لابد يكون طاقة تشحن الإنسان الجنين بداخل رحمة الأم هو معروف أن يبدأ يتكون من خلية واحدة هذه الخلية تتجدد وتنمو وتنمو طوال فترة نمو الجنين حتى وقت الولادة بجسم الكامل للجنين للطفل وقت ولادتي منكون تقريبا خمسين إلى سبعين تريليون خلية والإنسان عندما يوصل إلى سن البلوغ مكون من مئة تريليون خلية سبحان الله وكذلك الذرة داخل الخلية كل خلية مكونة من مئة تريليون ذرة طبعا ما ندخل بتفاصيل هذا موضوع آخر نعود فقط ركز على الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم عفوا وبدالي حين مراحل نمو الجنين يكون محاطة بالماء وليس البارد وليس الفاتر عفوا وليس المغلي بل الماء الساخن كما أصلفنا بالتحديد بالدرجة حرارة علمية لذلك نستنكر كليا أي من أي كل من الذي يقول الماء البارد شفاء الماء البارد يطرد شطان الماء البارد كذا وهذا موضوع حلقة أخرى ممكن نتحدث فيها بكل تفاصيل ف مراحل نمو الجنين طبعا يمور كل تسعة تشهر لا تنقفض فيها درجة حرارة هذا السائل الأمنيوسي تظل هي مؤتدلة على سبعة وثلاثين ونوص درجة موية حتى تبقى محافظة على سبعة وثلاثين نص سبحانه هذه قدرة إلهية أينما تعيش الأم سواء في الصحراء أو في البرودة أينما سواء جو الحار شديد الحرارة أو شديد البرودة تشعر بالسخونة غير طبيعية الله أكبر لماذا كما ارتعينا أن سخونة جسم الأم تكون أعلى أيضا من حرارة هذا السائل الأمنيوسي لماذا لأن حتى تبقى هي تحافظ على دوران لأن نمو الجنين خلية وراء خلية تنمو تتجدد نمو وبتالي حتى وصل إلى خمسين إلى سبعين تريليون خلية ويخرج طفل مكتمل إلى أحسن خلق أحسن تقويم يجب أن تبقى الطاقة حائلة داخل وهي الطاقة الحرارة مصدر للطاقة يبقى هذا السائل ساخنا وحرارة الأمة تكون أعلى درجة لأن حتى تغذي الطاقة لتبقى محافظة على الطاقة أي حرارة الماء الساخن وهو السائل الأمنيوسي للجنين طيب ندخل في تفاصيل الآيات هذه في سورة الواقع فحين قال الله سبحانه في الآية الأولى عن الماء أفرأيتم الماء أفرأيتم رؤية الماء الذي تشربون طيب لماذا لم يقول الله سبحانه الله أفرأيتم تذوقون الماء لتشرب لا نشرب من العين نشرب من الفم إذن هناك معنى قال لك معنى ماذا مقصود إذن الماء يتأثر لذلك هذا العالم الياباني الراحل الدكتور مسارو إيموتو هذا عالم غير مسلم ياباني وغير مسلم لكن سبحان الله اكتشف الماء هذا الماء الذي نشربه سبحان الله الماء يتأثر مباشرة بلوراته تتأثر انطلاقا من مصدر الكلمات والأدعية يعني لو قلنا كلمات سيئة على الماء هذا الماء يتعبني هذا الماء يخليني أدخل للحمام يعني كثير في الحمام هذا الماء يجعلني يعني يعطي مبارلات كثيرة هنا ندمر أنفسنا بطريقة غير لنا لنا لأن البلورات تتأثر انطلاقا من هذه الكلمات السيئة وكذلك تتأثر لذلك عرش الرحمن كان على الدنيا قبل كان على الماء قبل خلق الدنيا سبحان الله طيب أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم يا بشر أنزلتم من المزن من السماء أم نحن يعني الله سبحانه تعالى العلي القدير جل قدرته يعني هل أنت باشر تستطيط ننزل هذا الماء من السماء سبحان الله لو نشع جعناه أجاجا فلولا تشكرون يعني هو ماء هذا في الدورة المائية تبخر محيطات وتصعد هذا البخار يصعد إلى العلوة ومن ثم ينزل المطر فإذا أتى من المحيطات مالح سبحان الله ماء مالح أين ذهب المالح فيقول الله سبحان الله لو أردت كان ممكن أخلي يبقى مالح حال تستطيع تشرب حتى لا يمكن لا يوجد إنسان يستطيع يشرب من ماء المالح فبتالي هو مجرد يصعد البخار تبدأ تفاعل تماما هذا حلقة أخرى كيف هذا يصير هذا التغيير تفاعلات ومن ثم يختفي تختفي الأملاح ويصعد البخار ومن ثم خلال دورة المائية ينزل المطر يعني حلقة أخرى طيب لما ينزل المطر ينزل ماء نقي ماء صافي سبحان الله طيب فبتالي هذه إرادة إلهية سبحان الله لكن العلم أيضا يشرح كيف تفاعلات حدثت ولا يمكن يتحدث بتفاصيل حتى نخرج عن حلقة الأساسية بالإعجاز العلمي وبعد ذلك لو نشأ جعناه جاجا فلو تشكرون يعني انتهينا من ثلاث آيات عن الأنصر عن خاص بالماء عن النار أفرأيتم النار التي تورون يعني ما تشوف النار التي تورون يعني تولعون ما تشوف افتع عينك افتع عينك يعني برؤية إذن هناك عجاز هناك معجيز إلا هي كيف لهذا الحطب يعمل النار من وين جاء هذا النار من وين مصدر طيب من الحطب جاء الآية ثانية أأنتم أنشأتم شجراتها أم نحن مشؤون يعني أنتم الذين أنشأتم هذه الشجرة التي توفرنا النار يعني الحطب الشجرة تكون جافة هي توفر لنا النار سبحان الله ذك ركز معي في الآية الثالثة نحن يعني الله سبحانه تعالى جاءناها يعني بقدرة إلهية جلة قدرته نحن جاءناها تذكيرة من الذاكرة ومتاع من المتعة للمقويد من القوة يعني هنا إذن موضوع فيه إذن تعمق يعني لو دخلنا بتفاصيل تتجيلون أن هجاز عظيم جدا يعني يعني النار و نار مصر للطاقة يعني من المثال أنا الشمس حلو كثير وجو حلو فالطاقة الشمسية من خلال الحرارة عشاعة بنفسجية غير مرئية وتوفر لنا هذه الحرارة طيب عن النار هنا فنجد بأن هو له علاقة بعملية نحن جعنا تذكرة يعني ذاكرة إذن إذا ممكن نتحدث عنها كيف يوفر يزيد من الذكاء ذاكرة قوة التركيز نحن جعنا تذكير ذاكرة ومتاع متعة يعني طيب متعة كل إنسان يريد يعيش بالمتعة تحب كيف متعة إيش علاقة بالمتعة نحن عملنا دراسة علمية دقيقة وبتالي وضحنا فيها كيف لدور الماء ساخن حرارة في الماء سخونة يجعل أن هذا يزيد من متعة لما تكلم عن المتعة إذن ندخل في موضوع ثاني الجانب النفسية الأخلاقيات حسن تعمل مع الآخرين تعيش بالسلمة وتأقلم وتأمل تعيش النجاح هو بيدك ومصير حياتك هو بيدك وإذا مريت بذبذبات الدنيا هذه حالة طبيعية سنة الحياة أنا سميها سنة الحياة أو فيتامين الحياة ذا لذة الحياة لترجع لسابق تجد أن كل إنسان حتى بما في أنت وأنت مرت بمراحل تحديات تقلبات هذا شيء طبيعي طبيعي أن يعني إنسان يمر بهذا على الأساس نتعلم أكثر من خلال التحديات من خلال الصعوبات الحياة الحياة تصبح أفضل وأفضل لأن هذا ابتداء من الله سبحانه وتعالى لذلك كان جميع الرسل بما فيه رسول صلى الله وعليه السلام مر بالتحديات كبيرة جدا ذلك فإنسان لما يمر بالتحديات لا يبدأ نشتكي فلان سبب لكذا أنا فشلت بسبب فلان أنا ما قدرت تنسي كذا لأن فلان منعني فلان حسدني فلان ظلمني فلان أنت سلاح العقلي في يدك وليس سلاح لصناعة الإنسان سلاح العقلي في يدك استخدم هذا سلاح السلمي العقلي بطريقة حتى تستطي تمضي قدما كما فعلت اليابان عن أمريكا مع أمريكا قنبلة نووية نزلت هذا قنبلة نووية مئات الألاف في خلال دقائق ذرتين قنبلتين ذرت في الحرب العالمية ثانية لم تعلن اليابان الانتقام على أمريكا فاستسلمت وأعلنت السلام لأن الله سبحانه وتعالى أجبرنا على السلام أجبرنا نتهيش بس نحن نسئفهم رسالة إلهية بالأكثر رسائل الإلهية التي أعتت في القرآن الكريم المسلم في الديانات الأخرى الكتب السماوية كلها من نظر كلها ترشد الإنسان لكن الإنسان يعني عنيد لا يريد فهم لكن نحن نركز لماذا الإنسان بعد تصرف فعل وجدنا تنقص هذا الوقود وقود هظيمة وقود إلهية وقود ربانية السائلة ربانية سبحان الله طيب نحن نحن جعنا تذكير ومتاعة متاعة متعة للمقوين يعني الله أكبر إذن في قوة كيف قوة أنا عمر الآن ستة وخمسين أربعة وخمسين سنة بهذا القوة الشعر بقوة التي امتلكها قوة الجسدية قوة النفسية قوة العقلية قوة سبحان الله يعني خالية من الأمراض الحمد لله وإذا مرضت تمر أيام بسيطة من خلالها مواضبة على هذا برنامج الحمد لله صحة وعافية والكثيرين يسفيدون طيب كيف يعني القوة أشعر القوة التي امتلكها بغض النظرة هذا العمر هذه هي القوة الجسدية التي كانت ام تكنت امتلكها لما كان عمري في الثانوية العامة أو في الكلية يعني أيام الشباب في العشرينات وليس في الثلاثينات بدأت وعاني من حساسي جوب الأنفية من ثم التدهور الواضع إلى الصدع النصفي إلى الألام أسفل الظهر ومن ثم الربو حتى كان يحصل الانهيار يعني يعني سبحانا طبعا موضوع آخر بالتالي هذه القوة التي اشعر بها أتمنى